اهلا وسهلا بكم متابعية الكرام الاعزاء مدام دخلت عندي خد الدعوة دي ربنا يجعلك ويجعلك مع الذين اناعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا بفضله ورحمته قل امين اللهم امين يلا بنا على الفيديو بتاعنا طريقة تعقيل وتجزير عقل النبات الورد الجوري او الفل او الياسمين او الجهنمية في البيت بطريقة سهلة تقسم الافرع الى عدة اقلام لا تقل عن 15 سنتي ولا تزيد عن 25 سنتي تقص القاعدة الى اسفل العقلة بمستوى افق زاوية 90 درية وتقص القمة بزاوية مائلة بحوالي 45 درية خطوة مهمة جدا ان يكون القص قريب من البرعم او العين فلا تبتعد عنها كثيرا حتى لا تصاب القمة بالجفاف الذي سريعا سينتشر في كل القمة كذلك القاعدة يفضل قربها من العين او العقلة او البرعم حسب التسمية في بلدكم خطوة مهمة جدا ايضا تجريح القاعدة من الجانبين بهذا الشكل حتى تعطي مساحة اكبر لانقسام الخلية مما يزيد من فرص انتاج الجزور بعدات كبيرة جدا خطوة ضرورية ايضا في مثل هذا التوقيت يجب ان تغمس في هرمون تجزير ايا كان نوعه سائل او بودرة او جل ان لم يكن بالبيت هرمون تجزير فيمكن الاستعانة بملعقتين عسل نعل مضاف اليهم ملعقة بودرة مسحوق القرفة وتمزج جيدا ويغرس ويغمس فيهم الجزور فكل سيكفي بالغرض بفضل الله تعالى نحضر جريدة ونغمسها في الماء النقي ويجب ان تتشبع جيدا وتبتل جميعها بالماء توضع العقلات على احد طرفي الجريدة المبللة والمفروضة بعد غمسهم في هرمون التجزير ثم تطوى وتلف جيدا ثم نعصرها لنتخلص من الرطوبة الزائدة حتى لا تتسبب في امور غير مرغوفها لاحقا يفضل لفها في اكثر من جريدة لضمان الحفاظ على قدر كبير من الرطوبة تأكد من احكام الغلق والتكمير الجيد ثم ادخلها بداخل كيس بلاستيكي واربطه حتى لا تسمح بتبادل الهواء بعد ربطها ولفها بالبلاستيك تنقل الى السلاية في ادنى رف بالاسفل ويمكن تركها في الخارج انضمنت انخفاض مستوى الحرارة فترة شهر تام على الاقل بعد نجاح عملية تجزير سيسهل عليك زراعة العقل بكل سهولة في الخارج ان كان مناخ بلدك دافئ اما ان كانت حرارة الجو اقل من 18 ضرية سيتعين عليك زراعتهم بالداخل في اسس في اسس مناسبة الى حين تحسن حرارة المناخ العامة بعد التأكد من نجاح الجذور وزراعتها وظهور البراعم الحقيقية ومع تحسن المناخ يمكنك تفريد الشتلات وعادة توزيعها في اسس تجارية بغرض البيع او الاهداء او زراعتها بالحديقة شكرا لكم